موسيقى 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 حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام هذا مجز لأهم الأنباء طالب وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا الأمم المتحدة بتسريع عملية إطلاق لجتد السوريا وفي بيان مشترك حثى وزراء كل من مصر فرنسا ألمانيا الأردن المملكة العربية السعودية المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة على دعوة لجتد السورية للإنحقاد والبدء بمناقشة قضايا محددة ضمن صلاحيات اللجنة في أسرع وقت ممكن مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في إدلبان قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إن ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية وإدارة مناطق شمال شرق سوريا سيشاركون في أعمال اللجنة الدستورية السورية وأشار جيفري إلى أن مشاركة قصد يجري بحثها باستمرار بما في ذلك مع الجانب التركي منوها إلى أن الولايات المتحدة أوضحت لجميع شركائها في شمال شرق سوريا أنه ليس لديها أجندة سياسية غير الحد الأدنى من الاستقرار أعلن فريق منسقه استجابة سوريا توثيق عودة أكثر من خمسة ألاف مدني إلى المناطق أو إلى مناطق في ريف إدلبان جنوبي خلال الساعات الماضية وذلك مع سرايان وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه روسيا وقوات نظام الأسد وتوقع الفريق في تقرير لها ازدياد أعداد النازحين العائدين خلال الفترة المقبلة مطالبا الفعاليات المدنية والإنسانية البدأ بعمليات الاستجابة الإنسانية للعائدين إلى المنطقة بالتزامن مع الاستجابة للنازحين في مناطق نزوحيا بدأت الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري استكمال توزيع مساعدات على الأهل الرافضين الخروج من مخيم الركبان وسط حرمان عدد من الراغبين بسبب عدم تسجيل أسمائهم وقال رئيس المكتب الإعلامي في الإدارة المدنية لمخيم الركبان محمود الهميلي لوكالة سمارت قال إن الأمم المتحدة أدخلت شاحنة وسيارة إسعاف لنقل النازحين ومتاعهم حيث سيخرج نحو ألفي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة والعجزة إضافة لعائلاتهم بينما سيبقى في المخيم نحو عشرة آلاف نازحة منحت مؤسسة رافتو جائزتها لحقوق الإنسان هذا العام للخبيرة الاقتصادية السورية اللبنانية ربا محيسن وذلك لدفاعها عن حقوق اللاجئين والمهاجرين وقالت رافتو في بيان لها إن محيسن ساهمت محليا في تحسين حياة الأشخاص اللاجئين في لبنان بشكل يحمي كرامتهم وحقهم في تقرير المصير محيسن تدير منظمة تأسوى للتنمية والمساعدات التي أنشأتها عام 2011 لتقديم المساعدة للسوريين الذين نازحوا من بلادهم ولجأوا إلى لبنان وفي خبرنا الأخير بدأ موقع فيسبوك باختبار ميزة جديدة لإخفاء عدد الإعجابات التي تظهر على المنشورات التي يضعها المستخدمون على منصته واتبعا للمعلومات المتوفرة فإن فيسبوك بدأ باختبار الميزة الجديدة في أستراليا التي ستمكن صاحب المنشور فقط من رؤية عدد الإعجابات التي حصل عليها منشوره وإضافة للأشخاص الذين أعجبوا بالمنشور بينما لم يتمكن لآخرون أو أصدقاء المستخدم في فيسبوك من رؤية تلك الإعجابات وأصحابها نهاية الموجز بأمان الله